موسيقى حياكم الله مشاهدين اليوم معنا موضوع هو ليس بجديد عليكم وليس جديد علينا هو ضبط طبعا وضائع مغشوشة ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي منذ بداية العام مئة شقة تبيع البضائع والسلع المقلدة لعالمات تجارية عالمية وهي بطرق تتسم بالسرية الشديدة ولزبائن دائمين وتختلف الأساليب وتتعدى في الغش التجاري هذه الصيغة أصبحت الآن معروفة ولكم الغريب هنا هذا المستهلك الذي يقبل بالغش وعلى عينك يتاجر مثل ما يقولون الإخوان والغاية ماركة عالمية ولا بأس في أن تكون مقلدة للحديث أكثر عن هذا الموضوع الشائك يصيرنا أن يكون معانا لأستاذ إبراهيم بهزاد مدير أول قسم حماية الملكية الفكرية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي حياك الله أستاذ إبراهيم يا مرحبا أخي أبد الله هذا الموضوع ليس بجديد علينا أستاذ إبراهيم نأخذ تقرير أن توافتونا في بعض الفيديوهات من عندكم وبعدين إن شاء الله نرجع للحوان إذا مشاهدين الآن نعرض عليكم فيديو عن هذه الحادثة وكيف تمت الضبضيات ونعتذر عن الصورة ليست بشكل كبير ولكنها مأخذها عن طريق الهواتف المتحركة كما وردتنا طبعا من المصدر لذلك نرى التقرير ثم نعود للحوان ظاهرة جديدة بدأت مؤخرا يتبعها محترفون في بيع السلع المقلدة بعيدا عن الأسواق والأماكن العامة عمل عليها أصحابها باحترافية شديدة من خلال أبواب سرية داخل أبنية معينة في إمارة دبي وينتقل فيها الزبون من شقة إلى شقة ومن طابق إلى آخر تحتوي هذه الشقق على بضائع لماركات عالمية ولكنها مقلدة بحرفية عالية بما يعرف بتقليد النخب الأول وبحسب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي فقد ضبط القطاع منذ بداية العام مئة شقة تبيع البضائع والسلع المقلدة لعلامات تجارية عالمية وذلك بطرق تتسم بالسرية الشديدة ولزبائن دائمين ويتم البيع بطرق احترافية لا يمكن كشفها بسهولة موسيقى وبيّن قطاع الرقابة التجارية أن عدد السلع المضبوطة في هذه الشقق يصل إلى الملايين وتم تقدير قيمة ما تم ضبطه بأكثر من عشرة ملايين درهم تشمل سلعا وبضائع من مختلف الماركات والأنواع والعلامات العالمية موسيقى من جانب آخر فإن دائرة التنمية الاقتصادية بدأت منذ أكتوبر الماضي بخطة للتعامل مع شركات بيع البضائع عبر الإنترنت وغلق المخالف منها وقد أغلقت خلال الفترة الماضية 12 موقعا إلكترونيا تبيع كلها بضائع مغشوشة ومقلدة إذن هي حرب شعواء معلنة تشنها الجهات الرقابية المختصة بلا هوادة على الغش التجاري بكل أشكاله ماشاء الله عليكم عيبتني لإستخدام الإجابي لعصد صلف اللي يسوي جميلة كانت الأقدر ربي أحفظكم بي رب طبعاً نحن حملات تفتيشية وضبطيات بشكل كبير لحد من الغش التجاري لكن أنا هنا أثير مشكلة حقيقية اللي أنا أراها برؤيتي أنا أو يمكن أن الناس أيضاً تراها في المجال حسب ما نشوفها المستهلك أليس هو السبب الرئيسي في هذه المشكلة؟ أنا أشاركك في هذا الرأي المستهلك يعني يتحمل جزء من المسؤولية في تشجيع بعض التجار التقليد على الاستمرار في التجارة هذه بطريقة غير نظامية وقانونية لأنهم أوجدوا سوق رائجة لهذه البضايا لا سيما في البضايا اللي هي الكماليات الحقائب النسائية وساعات اليد والإكسسوارات والهدايا الأمور هذه الشقق هذه اللي نضبطها عادة البضايا اللي فيها كلها كماليات وتباع على أنها مقلدة صحيح والمستهلك على علم بأنها مقلدة ليعرف أنها مقلدة وهنا يعني تكمل الخطورة للأسف في قطاع معين أو في جزء معين أو فئة معينة من المستهلكين يشجعون تجار التقليد على الاستمرار في هذه التجارة الغير نظامية والغير قانونية ونحن دائما نطلب من المستهلكين أنهم يكونون على يعني درجة كافية من الوعي بأنهم يعني يعني أنهم يتجنبون طبعا هذه المواقع خاصة الشقق الغير مرخصة لأن هذه الشقق غير مرخصة ونحن لا لدينا أي بيانات عنها هذه الشقق كلها سرية وجزة ونشاطها بطريقة مخفية يتم سحب السواح والمتسوقين والعائلات واستدراجهم إلى الشقق بطرق ملتوية وبطرق أشبه ما يكون كأنهم يعني يعني البعض يستانس فيها يعتبرها مغامرة هي ليست مغامرة طبعا ولا هي هذه يعني بالعكس هي تشكل خطورة حتى على الأفراد هذه الحمد لله رب العالمين في بلد فيها الأمن والأمان والله الحمد لكن نحذر الناس من التعامل مع المواقع المشبوهة والمواقع الغير مرخصة والمواقع اللي هي يعني سرية وتزاو نشاطها بطريقة مخفية سيدنا أنا بأخذ الحين تفكير أنا بأعتبر نفسي الآن المستهلك فأشتري ساعة سعرها مثلا في سوق وهي من ماركة معينة نقول عشرة ألاف درهم وأنا أقدر أحصلها بألفين درهم طبيعا أني أتجه وأشتريها بألفين درهم إذا كانت نفس الجودة ونفس الشكل وفي الآخر هي بتعكس الصورة اللي أنا أدور عليها اللي هي عملية الرؤى المراءة أمام الناس أني أنا عندي ساعة قيمتها عشر تلاف ما بقول أنها مقلدة تأثير هذا التصرف مني أنا على اقتصاد الدولة كيف يكون هو التأثير ما يكون على اقتصاد الدولة بشكل كبير لكن هو يكون التأثير السلبي على أن الدولة تعمل على توفير البيئة الاقتصادية الجاذبة والمناسبة للمستثمرين والرجال الأعمال والشركات العالمية من ذات أصحاب العلامات التجارية فلما يكون هناك في تشجيع للتقليد فهذا يأثر على أننا كدولة أو كحكومة نوفر البيئة المناسبة للتجار وليجذب الاستثمارات من الخارج فعلشان هذا الشيء الدواير الاقتصادية والجهات الرقابية تقوم بأداء عملها في حماية حقوق الملكية الفكرية نحن عندنا اللي قبل حماية حقوق الملكية الفكرية هي حماية المستهلك نفسي نعم صحيح لأنه ليس كل البضايا المقلدة هي كماليات وشناط نسائية وهذه في بضايا خطيرة جدا وللأسف أيضا يشترونها المستهلكين على أنها أرخص على سبيل المثال قطع غيار السيارات البعض يروح إلى بعض محلات قطع غيار السيارات فيقول للتاجر أو البايع أنا عندي قطع أصلية وعندي قطع تجارية ما في شيء يسمونه تجاري طبعا مقلد 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 نعم نعم مقلد فكيف أنا أشتري قطع غيار أو قطع غيار للسيارات وأدري بها أن هذه غير أصلية وغير مضمونة من الوكالة فهذا شكل خطر طبعا يعني في إحدى الترطيات الأخيرة نظمتنا كميات كبيرة من مكابح السيارات البريك نعم بريك هذا شكل خطورة نعم مماركات محروفة يعني خطر على حياة الناس أيضا ليس فقط علىها هذه للأسف في لها سوق رائجة عن بعض الزباين اللي يبحثون عن الأرخص فمم كل شيء خيص يكون هذا وبعدين حتى في ساعة اليد المستهلك اليال بالساعة اليد مقلدة تتخدع أول شيء نفسك قبل ما تخدع الأخرين طبعا إذا ذهبنا الآن إذا ما دمنا نتحدث عن المستهلك وهو طرف أساسي في هذا القضية هل هناك عقوبة أو هل هناك عمليات انذارية للمستهلكين في دولة الإمارات أو أن المستهلك له حرية الإختار والله حاليا ما فيه نظام يمنع المستهلك نحن سمعنا أن هناك أنظمة تمنع المستهلكين من أنهم يقتنون البضايع المقلدة في بعض الدول الأوروبية لكن نحن أيضا قوانين تستحدث بين فترة وآخرى وهناك إن شاء الله في الفترة الجاية نحن نحدث بعض القوانين يعني هناك دراسات إن شاء الله أنه توضع بعض القوانين المقيدة للمستهلكين والله نتمنى أن نحن نكون نحن نزيد من توعية المستهلك حاليا نعمل على توعية المستهلكين بأنهم يتجنبون البضايع المقلدة نزيد الوعي لدى المستهلك عن كيفية التميز بين البضايع المقلدة والأصلية أسبنا ما ينخدع أو يغش أحد وأيضا بنستمر في عمليات التصدي لظاهرة الغش التجاري نعم إذن البضايع المقلدة بين 2013 و2014 النسبة كيف كانت؟ 2013 رحنا صادرنا 12 مليون قطعة مقلدة 12 مليون نعم في 2013 في 2014 لحد نهاية شهر أكتوبر الماضي بين قوسين للأسف أقول الكيميات زادت زادت نعم وصلت إلى 35 مليون قطعة يعني ثلاثة لأضعاف نعم هذا إذا رجع هل هو رجع إلى أن هناك عمليات غش أصبحت أكبر والبضايع التي تدخل أكبر أو هل هناك سبب آخر لو تخبرنا عن السبب الحقيقي لتواجد أنا والشيء أوجه نعم أنا أوجه تحية لزملاء المفتشين في قسم حماية حقوق الملكية الفكرية على مجهوداتهم الكبيرة احنا شكلنا فريق عمل أطلقنا عليه 24 ساعة يعني 24 ساعة سبعة أيام الفريق هذا يعمل على ضبط المستودعات احنا وجهنا المفتشين الآن إلى ضبط المستودعات وعملية إحباط ترويج هذه البضايع وبيعها وتسويقها في المحلات التجارية في الإمارة معظم الكيميات الكبيرة التي ضبطناها الوساط لـ 35 مليون قطعة كانت عن طريق ضبط المستودعات هذه وهي بضايع مختلفة للأسف أن أكثرها كانت مستحضرات التجميل والعطور هذه كانت النسبة العالية فيها وتليها بعد ذلك قطع غيار السيارات نعم وبعد ذلك تتي الحقائب النسائية والاكسسوارات والأمور هذه طبعا يعني يرجع الأمر إلى حرافية أكبر وإمكانيات أكبر أصبحت لديكم ما شاء الله أن تقدرون أنكم تعرفون كيفية تأسيس المخازن في الشقاق وفي المحلات لذلك تعددت يعني كثرة الكمية نعم ونحن في السباق معهم هم كذلك تجاري تقليد بعد أوقات يريدون لهم خططهم مثل ما شفنا في مقاطع الفيديو هذه يعني ساعات مقلدة مخباية تحت الأرض تحت أرضية المحل خبرنا عنها بشكل أكبر نحن شفنا دهاليز وأماكن مخبأة بطرق وأبواب مخفية يعني خبرنا عن كيفية معرفة هذه الدهاليز وهذه الأبواب المخفية الآن بعض التجار يأجر لك شقة يوم يعرف بأنه خلاص الشقة هذه يعرفوها المفاتيشي مرة ومرتين زاروها يعني يضحي بجزء كبير من الشقة ويخليها كأنها فيها أعمال طبعا نراها أمامنا على الشاشة نعم كأنها فيها أعمال ديكور أو كذا ويحتفظ بجزء بسيط من الشقة في بيع البطاعة المقلدة وتكون عادة الأجزاء المخفية هذه مخباية خلف أبواب سرية محكمة الإغلاق روموت كنترول نعم أو رقم سري أتيه أنت لما نحن تلمس هذا الجدار نعم في بعض المحلات دخلناها مرة ومرتين ثلاثة ما حصلنا فيه شيء خبرنا عن اللي أمامنا على الشاشة هنا مكان فاضي يعتبر فاضي نعم هذه الشقة نعم هذه الشقة صاحب المحل أو صاحب الشقة هذه فضى الشقة وجزء كبير منها على ما ضبطناها هنا آخر مرة فجيناها عن طريق زيارة متسوق السري عندنا متسوقين سريين زاروا الشقة وقالونا والله فيها بضاعة كانت فيها معروضة لما تكون الشقة مفتوحة طبعا أصحاب الشقة وتجار التقليد عندهم على مداخل السوق عيون تلاحظ وتراقب إذا في أحد المفتشين ياي السوق فإذا ياي خلاص أعلنهم حالة السماء أغلقوا الشقاق أو أنهم كذا فهذه الشقة بالذات نحن لما دخلناها دخلناها أكثر أكثر عن مرة قبل لكن في مرة الأخيرة يعني نحن قاعدين نعلق على الصورة هذه كانت ريحة الجلد نشمها في الشقة التاجر يعني يريد أن يوحي لنا أن الشقة هذه فاضية لكن الأرفف زجاج ما عليها غبار فتوحينا فيها شي فقسنا مساحة الشقة من الخارج لقينا أننا فيها مساحة ضائعة وقدرنا نوصل لها جميل تحت في الأرضيات نعم هذه متى أضبطوها قريبا؟ هذه نعم ثلاث سابيع تقريبا فوق الألفين ساعات ما تقريبا؟ ما تقريبا؟ والله تصل إلى أربعمائة ألف درهم أربعمائة ألف درهم نعم وهي نخب أول على قولتهم هل هي استخدامك للسيلفي؟ نعم هذا استخدام السيلفي هذا كشك في أحد المراكز التجارية فتشنا عندما حصلنا شي لا يوجد شي يوم خذنا عصا سيلفي قلنا دعنا نجرب من الأعلى حطينا العصا ويوم نشوفه فوق وله مخزني بضايع المقلدة أعلى الكشك أيضا أحد المداخل وهي الأبواب السرية أيضا نعم ما شاء الله عليكم يعني هذه الموضوع طبعا أنتم تواجهون مشكلة كبيرة صحي لكنتم ما شاء الله أيضا سطعتوا الآن تعرفون إمكانيات هذه التجار وبديتوا يدخلون لعقليتهم نعم خبرنا أكثر عن الآلية اللي قاعدين تتبعونها الحين بدون نكشف كل الأسرار عساس أنه ما يكون عندهم هم أيضا إمكانية للتعرف على الآلية لا ما علي أنا بخلي تجار التقليدي يشكون في زباينهم نعم نحن عندنا متسوقين سريين وموجودين ويتعاملون معهم على طول ما يعرفونهم طبعا طبعا نحن نقوم يعني عن طريق العملاء السريين ومتسوقين سريين نقدر نتبع الشقاقة الجديدة اللي تفتح عندنا متسوقين سريين من أدى الجنسيات ينزلون إلى الأسواق كطعم يتم طبعا ساحبهم أو يستدراجهم إلى الشقاقة أو مواقع غير مرخصة خبرني عن موضوع الشقاق أن هناك عمليات التنقل بين الشقاق نعم وانتظار عملية الأمر بأنكم تحصلون على تصريح لمداهمة الشقاق ويستخدمونها عامة في أكثر الأوقات في الإجازات الأسبوعية خبرنا عنها وكيف الألية اللي ممكن تحسن من ضد هذه الشقاق هنا طبعا في مسؤولية على أصحاب هذه الشقاق هذه الشقاق تكون عادتا سكنية للعزاب وكذا يقومون التجار باستئجار هذه الشقاق لمداد معينة يوم أو يومين أو ساعات في اليوم نعم والشقة السكنية هذه تغير مرة وحدة إلى معرض لبيع البضايا المقلدة ويستخدمون أيام معينة مثلا في إجازات نهاية الأسبوع لحد ما يصلنا للموضوع هذا وين الشقة هذه ونحن نجيب أمر النيابة يكونوا نتقلوا يكونوا نتقلوا طب الآن هل أنتم بحاجة إلى أمر مباشر بدون التوجه مثلا إلى أمر النيابة لمدهمة الشقة إذا كنتم على يقين بأن هناك مشكلة نعم إذا جينا على الشقة الأمر خلال ساعتين أو ثلاثة نعم ونحن نكون بانتظار الأمر كسلطة تنفيذية مباشرة هل هناك حل ممكن يكون في القريب لأيضا تقييد هذه العملية مأمورية ضبط القضائي مفتشين كلهم عندهم مأمورية ضبط القضائي تسمح لهم بتفتيش المحلات المرخصة نعم أما الشقة السكنية أو الأماكن الغير مرخصة يعني كشقة ونحن لا نعرف شو فيها هذه تحتاج إلى أمر من النيابة وهذه جراءات قانونية نحن دائما نتبعها تتبعونها طبعا نعم وبالإشارة إلى جهود المشتركة والرقابة المشتركة مع الأخوان على تعاونهم الدائم معنا في ضبط هذه الشقاق الغير مرخصة وفي توفير الحلول المناسبة لنا في بعض الأحيان لما نكون نحن أمام شقة وعارفين فيها بضايع مقلدة وممقدرين ندخلها فالأخوان يتعاونون معنا فنوجه لهم الشكر على هذه الجهة الله يحبك يا رب المواقع الإلكترونية نعم نحن نتقل من جهة إلى جهة أخرى وهي المواقع الإلكترونية أنتم أغلقتوا العديد من المواقع الإلكترونية كم أغلقت تقريبا هذه السنة؟ بدأنا في بداية شهر أكتوبر بإغلاق المواقع الإلكترونية في موقع إنستجرام وتويتر والفيسبوك تقريبا الآن أغلقنا فوق ثلاثة موقع تم إغلاق هذه المواقع عن طريق الاتفاق بيننا وبين أحد الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية هم لا يحبون أن نتكلم لا أنفسوصية لا نحترم ذلك الشركة هذه قامت بتوقيع اتفاقيات مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي الثلاث هذه على أن في حال وجود حسابات تروج للبطايع المقلدة يتم إغلاقها ودعا المكتب هذا موجود في دولة أوروبية نحن نتعامل هنا مع المكتب القانوني الذي يمثل هذه الشركة نبعث لهم المواقع الإلكترونية والحسابات هذه التي تدار من داخل الدولة أو من إمارة دبي بالذات نعم ويتم إغلاقها خلال 48 ساعة نحن إغلاقنا من بداية شهر أكتوبر لحد الآن ثلاثية موقع ثلاثية موقع أعداد المتابعين لها مئات العلاف ومنها مواقع معروفة سهلا طبعا نعم ملاعيين نقدر نقول نعم من أخير حين أصحاب المواقع يشوفوننا ويدعون علينا لا فعليك من زين الآن أنت طبعا عندكم العديد من المعوقات وأتواجهكم العديد من الصعوبات بين عمليات الضبطيات اللي هي الحالات الشقاق والمحلات وأيضا مواقع الإلكترونية أيهما أصعب بالنسبة لكم ما في شيء صعب عنه هناك صعوبة الصعوبة إن شاء الله ننتغلب علينا كانت عندنا صعوبة في التعامل مع مواقع الإلكترونية وحصلنا الحل الآن عن طريق التعامل مع هذه الشركة العالمية ويتم إغلاق المواقع الصعوبة إن كنت إذا عن طريق موقع الإلكتروني تم بيع بضاعة مضرة مثلا أدوية ممنوعة فلابد أني أنا أوصل للموقع هذا أنا لا أقدر أغلق هذا عن طريق صاحب العلامة التجارية المعين لأن هنا في بيع بضايع مضرة فلابد أني أنا أوصل للمكان عملية الوصول إلى المكان الذي يتم فيه تخزين هذه البضاعة أو من المكان الذي يتم فيه تسويق هذه البضاعة هذه الصعبة علينا كثير لأنهم يطرشونها مع سائقين يطرشونها مع سائق أو يطرشونها عن طريق مندوبين التوصيل للشركات أو في بعض الأحيان عن طريق سواق تكسي أيضا نعم يعني لديهم أيضا سبولهم في المواقع نعم هذه من الصعوبات التي نواجهها من الصعوبات التي نواجهها أيضا التي هي المواقع السرية لأنه زادت أيضا حرفية أصحاب مواقع بيع التقليد الآن لما عرفوا أننا بدينا نعرف المواقع هذه يعني بدينا في بعض الشقق نتحسس حتى الجدران ندور يعني أننا ندور شيء يعني لدرجة أننا قاموا البيبان قبل كانت إذا كانت وهذا الآن صارت بحجم أكبر أحتياطاتهم أكثر توزيع مندوبين من المحلات على مداخل السوق إذا وصلت السيارة فيها المفتشين أرقام سياراتنا ألوانها أشكالها موديلاتها معروفة عندهم هذين لا ينضمون للسلك التفتيشي يترى ريونك يقولون شرايكم تشغلون معاقب مجندين لا يتابعوني في كل شيء حتى في حياتنا الخاصة يعني أنا مثلا عندي حساب في انستجرام حسابي الخاص أو في تويتر يتابعوني جميل فأحيانا أخدعهم أبقى أقولهم هذا الشيء أحيانا أحط صورة أني أنا قاعد أسوي رياضة في حديقة المشروف ونحن أنني أنا موجود في سوق أحب يحفظك يا رب إذا أتوجه كلمة توجهها لمن لأي التجار أم للمستهلكين إلى المستهلك نعم فضلا أكرر وأقول للمستهلك أن عليه الابتعاد عن المواقع التجارية المشبوهة والغير مرخصة والإزاوة نشاطها بطرق غير نظامية وقانونية أيضا على المستهلك أن يتجنب المواقع الإلكترونية الغير مرخصة والغير معروفة حمايتنا لحقوقها كمستهلك نحن عندنا نواجه فعلا مشكلة في حماية حقوق المستهلكين لما تجينا شكوى على موقع إلكتروني أن المستهلك اشترى بضاعة ويبغي يرجعها أو البضاعة ما جاد من المواصفات التي هو بغاها تعال عاد كيف تقدر توصل إلى صاحب هذا الموقع وأيضا نطمنهم بأن أسواقنا الحمد لله عليها رقابة والمحلات التجارية المرخصة إن شاء الله تكون ملتزمة بالنظم والقوانين المعمولة بها في الإمارة أيضا تحذير أخير للمستهلكين ابتعدوا عن بعض المواد التي ممكن تشكل خطورة في حال استخدامها كمسحضرات التجميل والعطور لأن تكون هذه المواد مخالفة للمعايير والمقاييس المعتمدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المنتجات في قطع غيار السيارات ندعوهم لابتعاد حفاظا على سلامتهم لأنهم يتجنبون التعامل مع المحلات أو المواقع التي تبيع قطع الغيار المقلدة هذه دعوتي لهم ونتمنى إن شاء الله أن المستهلكين أيضا يكونون مراقبين معنا يدعموننا نعم نعم لدينا مواقع التواصل في تويتر موجودين فنسجرام موجودين ممكن أنهم يتصلون فينا على أرقامنا رقامنا 600-545-55-55 تصلوا فينا ونحن نتحد أمركم راقبوا معنا شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم العفو الله فعلا نحن شكرين لك وإن شاء الله تمنى لكم التوفيج ونحن أيضا بوابة من خلالها تقدرون تتباصلون مع المستهلك وأيضا شكرا لكم نعم أذن نشكر الأستاذ إبراهيم بهزاد مدير أول قسم حماية الملكية الفكرية في اقتصادية دبي مشاهدين بعد الفاصل تابعونا مهرجان زايد التراثي عراقة تعبر عن الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر